قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن القمة الإفراقية الأمريكية تهدف لزيادة الثقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفراقية على أساس تحقيق النمو المستدام في إفراقيا وأضف بلينكين في كلمته في افتتاح فعليات منتدى الأعمال الأمريكي الإفراقي أن بلده ستقدم تمويلاً ضخماً تساعد فيه على تنفيذ بعض القطط والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة في إفراقيا لخلق تغيير حقيقي خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن استثمارات إضافية لتسهيل مشاركة الطلاب في برامج التبادل بين بلدينا وزيادة الفرص التجارية لأعضاء المهجر الأفريقي ودعم رواد الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة الهدف من هذه الاستثمارات هدف شامل واحد وهو مواصلة بناء شراكتنا حتى نتمكن من معالجة التحديات المشتركة التي نواجهها بشكل أفضل